تابعي قناة ليبيا اليضية محبي الدوري الليبيا الممتاز وكرة القدم المحلية كلاسيكو كرة القدم الليبية بكل تأكيد بين الكبيرين بين النديين بين أخضر وأبيض العاصمة لأهل الترابس والمنافس فريق الأهل بنغازي الأحمر والأبيض للعصية بنغازي بكل تأكيد هذا اللقاء وهذا الكلاسيكو الذي يذكرنا بذكريات الزمن الجميل بين الكبيرين بين الناديين على بركة الله تنطلق صافرة البداية بقيادة الحكم الدولي المصري السيد محمود البناء الإثارة والندية والمتعة والفرجة والأهداف تكون حاضرة في هذا الكلاسيكو كرة عرضية خطيرة في اللقطة الماضية نشاهد هدف افتتاح النتيجة من كرة ثابتة نتابع نراقب كرة ملعوبة تصطد ويتغير مسارها نوردين لقليب وفي مركز رأس الحرب التسعة أمامنا فوزي البنزارتي والتوجيهات والتعليمات المستمرة على التنفيذ نوردين يلعب كرة على مستوى القائمة الأول الرصي موجود خطيرة على مرتين على مرتين براف عزاقا عزاقا الواضح أمامنا هنا لقطة لعادة بلعب بين رشيديات عثمان وعبدالله بلعب وهمام طارق من جانب لألي بنغازي ومن جانب لألي ترابلس لدينا محمد لفقي ويوب عياد يصوب جمعة بورقيقة يتوقف رصيدة أنت لا تنقاط كرة عند علي معتوق علي معتوق يلعب العرضية كرة خطيرة أن يستلتوا باتجاة لقديري 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 يبحث عن تصويب وخدرات مميزة في كرتنا أتت الصورة على فاضل السلامة هنا لقطة لعادة للكرة الخطيرة كانت لصالح فريق ألالي ترابلس من أحمد لقديري يلعب بالكرة بالكعب السلتو وليقديري لمحمد نشنوش كابتن فريق ألالي ترابلس كرة من جديد عندهم أم طارق يلعب كرة خطيرة من أمام باتجاه فاضل سلامة والتغطيح حاضرة من أحمد للتربية بخبرات بلاعبين شباب وكذلك بأسماء محترفة نتكلموا لحرة السلمارمة باتجاه إيفيونغ واحدة لواحدة المساحة موجودة التحرك من فاضل سلامة يمشي فاضل يسقط فاضل إلى ماذا يشير محمود البنة إلى ماذا يشير محمود البنة المطالبة كانت موجودة من إيفيونغ بوجود شيء ما الحكم ينتظر في السماعة الحكم ينتظر إلى قرار البار إلى قرار تقنية الفيديو تظهر القرار من صاحب القرار من قاضي اللقاء محمود البنة هنا الاحتجاج والضغط من فوزي اللي بنزرتي على الحكم الرابع ماجد اللي الشمراني في انتظار قرار حكمي الفار السعوديين عبدالله الشهري وكذلك فهد العمري الأخيرة من لاعبي الاهلي بنغازي بغية الوصول إلى الهدف بغية الوصول إلى هدف في نهاية هذا الشوطنة والكورة طويلة منصور رزق بدورة ليبري ويبعد الكرة همان في مرة ثانية الضغط موجود من لاعبي الاهلي بنغازي ونتيجة لا تزال سلبية عبدالله بلعم بلعم يبحث عن كورة طويلة باتجاب فاضل سلامة داخل المنطقة يبحث عن الكنترول فاضل سلامة يبعياد علي السار إلى المنير فرصة لعبة العرضية يلعب العرضية والزيادة العددية موجودة بالرأس عن شوطنة اللي قال أول التحفظ بشكل كبير بين الفريقين صراع وسط الملعب لم ينتهي المحاولات الخطيرة لم نشاهدها الاهداف نتمنىها أن تحتي وأن تكون حاضرة في هذه القمة وفي هذه الكلاسيكو نوردين لفريق لالي بنغازي همانطر كرة محاولة في دار الدفاعات عرضية موجودة خطيرة صالح على طهر كنترول من صالح يلعب كورة في المساحة خطيرة باتجاه شرارة 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 يمر أبو زريق أبو زريق أبو زريق أبو زريق يضيع أبو زريق الزاوية والتواجد في التوقيت والمكان المناسب من أحمد عزاقة أحمد عزاقة أحد نجوم هذا اللقاء في تشكيل لالي بنغازي مشاهد ومتابع قناة ليبيا الرياضية في العشرين دقيقة الأخيرة من أحداث عمر شوطن اللقاء الثاني ومباراة الكلاسيكو خطيرة 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 بديجاه شرارة جول 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 يفعلها الأردني يفعلها الأردني محمد أبو زريق شرارة يتسلل وينسل في قلب دفاعات لبنغازي من لغة تلعادة لتمريرة كانت ولا أروع برافو للأمانة برافو لنوري على نهاية دقائق شوطن لقاء الثاني عرضية خطيرة دخل المنطقة لا تزال المحاولة محمد العكشي يبحث عن كنترول والخروج من محمد نشنوش الكرة أهلوية بنغازية من جديد تعود في وسط الملعب من العكشي ولكن بكل الروح القتالية وباستماتها جمعة بورقيقة يحافظ على الكرة على مغربي بالخبرة يرجع الكرة وفي هذه اللحظات أصدقائي الزيال المشاهدين والمتابعين للبرتقالية كانت ليبيا الرياضية حكم لقاء الدولية المصري محمود البنة يطلق صفرتها معلنا عن نهاية تحداث وأجواء شوط اللقاء الثاني والمباراة من كلاسيكو كرة القدم الليبية بين الأهليان في قمة الجولة الثالثة الانتصار للأهل ترابلس بأدف نظيف جاء من انضاء وتوقيع المحترف الأردني محمد أبو زريك شرارة تحديدا في الدقيقة رقم 72 بتمريرة كانت والأرواع من نوردين لقليب الأهل يضيف ثلاث نقاط ليصل إلى سبع نقاط ويتقاسم الصدارة مع فريق الاتحاد الألبنغازي يبقى بالمقاط ترجمة نانسي قنقر